السلام عليكم حبيباتي سلام يا البنات مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو جديدة لان شاء الله تلقاكم بخير يا الزينات يا الغاليات مقبل ما نشوفوا كل التفاصيل نسلموا ونسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واسكاء السلام الفيديو تعنهار اليوم رح تهمكم بزف بزف لان هاد توالم مع شهر رمضان الكريم لان شاء الله ربي يدخلوا علينا وعليكم بالصحة ولهنا والربح ان شاء الله امين يا رب العالمي نبدأ والاغوتين ديالنا هنا بشوية معنات مع الصباح كما كنت شوفوا معايا درت له مرغيوة دايما ما نحبش نخلي اللي فيديالي يكون هاكده كما عمر بالمعن احيدرنا طاقة سلبية مام ام بعدي لابدينا طيابه كامل كشغل المطبخ رح يزيدي تكركب كتر وكتر لذلك هاكده يعني من الاحسن مقبل ما نبدأ ونطيبه المطبخ تعنا يكون نقي وياريت يعني نخلي وهنقي في الليل يعني مقبل ما نلقضو يكون كامل نقيقي ما نخلي وش كامل فيه لما معن هاكده بشغل نوضو الصبح مام الكوزينة ما هيش رح تديننا بزاف الوقت ووالا كيما شدرت سائل تاعي تاع الاواني تاع بخيو هاد القرعة الصغيرة هادي جد موركز لبنات وريحته وريحة الانتعاش ريحة تاعو لبنات ريحة القارص ريحة منعيشة بزاف هايلة واللي عجبني فيه بزاف رغوة تاعو يعني دوم مدة طويلة مشي هاديك ليتروح تمتم وتاني يعني عندي مدة هونا نستعملو صراحة مشي هادك سائل الاواني ليخلي ليدينا حروشة بالعكس يعني قوي على الدهون في نفس الوقت يخلي البشرة تاعنا ناعمة ان شاء الله تلقاوا هاالبنات في الاسواق وتجربوه تخلو لي رايكم في كومنتر ودو كاني حنشارك معاكم مفطوري كيما كتشوفوا بهاد العظمة هادي دو كان كيما يقولوا تضحة الامور كانوا يخوفوا من قبل كوليستيرول ما كوليستيرول اذا كان ستعملنا شوية شحمة تاع الغنمي ولا تاع البقري وموذير بالصحة ومنا يعني تضحة الامور يعني مستحيل تكون حاجة طبيعية لخلقها ربي سبحانه تضر الانسان وشنون مهم يعني نتناولو كل حاجة بالمعقول قولو اذا زاد الشيء عن حديه انقالبا الى ضديه دونك ما لازمش نكتروا منهم هاد العظمة هادي يعني البنات نطلبوها من عند البوشي يعني نشروا من عندو يمدهن ولا حتى اذا كان يقدر بيحن راه عبارة على كولاجين طبيعي هادي كلامات يغلي تكون داخل العظم خاصة تعلبقري هادا راه مفيدة بزف للصحة راه يعني كم يقولوا تقضي على الشيخوقة المبكرة والتجاعد وستقوني يعني ناشيخي ربي طول في عمرو كان يأكلوا بزف هاد العظم سيغطو هاكده مع اللوبيا يعني ستقوني ما عندوش هادا التكماش اللي عندهم الشيوخة وهدي يعني كم يقولوا عن تجربة من الواقع يعني اشتها بعيني لبنا تصدقوني دونك فالا اليوم اللوبيا تعي درتها به هاديك العظم كنت دوزنتها بصل طماطي شتم اللوبيا تعي غليتها قبل شوية تاني نحيت لها هاديك الرغوة غلقت قبل شوية على كوكوت مينوت باش هاديك العظم تطيب بيها ومبعدها نرمي اللوبيا هاداك الوقت اللي راه يطيب هاديك العظم واللوبيا هاديك راه يتغلي شوية احنشارك معاكم هناك سرافطير كي ماشتوا معايا درت خمسة كيسا تاع السميد بالكاس اللي استعملت ولي رفض ميتين وعشرين مليلتر ومبعد هنا يحطيت ربع كاس تاع ما درت فيه مغرفة تاع سكر ما تكونش معمرها بزاف ونص مغرفة تاع الخمير الخبز نخلطوهم شوية طبعا لما يكون دافي ومبعد هنا وليت لهذاك السميد اليوم استعملت السميد الرقيق يعني من الاحسن نكسرا فطير تحب السميد المتوسط باش تجي هايلة ولكن انا هادا وش كان عندي في الدار زت عليهم كاس الا ربع تاع زيت من الاحسن يكون زيت الزيتون نبسوا مليح هاداك السميد ومبعد هنا تكوتي نحطو كمية تاع الملح للاحساب الدوق تقريبا حاولي مغرفة صغيرة ما تكونش معمرها بزاف هاداك الملح من الاحسن ندوبو شوية باش ما يبقى ناش محبب في الكسرا ومبعد نطمو العاجينة دينا قبل بهذاك السائل تاع الخميرة اللي تكون تفاعلت شوية وبعد نبدو نزيدو في شوية ما دافي شوية بشوية وحنا رانا نطمو فيها وهنا ردو بالكم تجروها البنات خاصة اذا كان استعملتو السميد الرقيق لانو بعد ما يريح شوية سميد الرقيق راح يزيد يتلق روحو دون كنتابوهم مليح مليح البنات لهاد الملاحظة احنا يا نعجنوها شوية كشغل نقطعوها كسرها فطير كشغل تتقطع وبعد هنا قسمتها الى ثلاثة الكمية اللي مديتها لكم دير لكم يا اما زوج خبزات كبار ولا ثلاثة متوسطين في الحجم بعد ما شكلتهم هاكدا نغطيوهم نخليوهم يرتاحو شوية على الاقل 11 دقائق الى 4 ساعة قسمة هذيك الخميرة دير المفعول ديلها ما تكتروش لبنات الخميرة باش تجيكم الكسرة ديالكم وما تجيش كشغل طريية بزا فسيغتون يحبوها كشغل كخوستيونت كوكوت مينوت ديالي يعني لقيت هذيك العظمة خلاص كشغل هذيك الليجيل داخل خلاص كشغل داب يعني كشغل تحرحر اكو تعرفوا لا كوكوت مينوت يعني دايما نتسلك ارميت هنا يا هذيك اللوبيا بعد ما نحيت لها كامل هذيك الرغاوي اللي كانوا فيها وهنا يزيت شوية كرافص وخليتها تزيت طيب معاها نسيت برك باش نقول لكم كندرت لها تابل تاع اللوبيا اللي شيتوا من عند باب الدكان يعني يمد واحد الضوقة هاي هاي الهاي 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 اهنا يا خلاص لوتونا يطيب اللوبيا ما بقى لهاش بزاف يا ربيت تتغلي واحد ديمينوت معا كامل هذيك المكوينت بديت نطيب في الكسرا ديالي اليوم راني عندي خرجة لابخي ميدي هذي واني رايح اديكم معايا دونك هكوت شوفوا كيما راني يلا يلا باش تمتم يعني نكمل نوجه دفتوري لولادي باش نلحق نخرج ونولي بكري يعني دوكا ما بقى لهاش بزاف دوكتاني سمن الجي ان شاء الله ما راح يبداول الاختبارات دونك ان شاء الله نحاولون كيما يقولون نوفقوا رحنا في الكوزينة وفي شغلنا باش نلقوا ان شاء الله بإذن الله وقت نقعدوا شوية مع وليداتنا ونراجعوا لهم اكوت عرفوا هاد الوقت اللي رانا فيه الدراري لو كان ما نوقفوش عليهم ما نراجعوا لهمش يعني بتدبوز باش يقروا دوكا شوفوا البنت هنا يا راني بديت نطيب في الكسرة ديالي في نفس الوقت هادي كلو بيها كنت شوفوا فيها راي تطبخ قصبر كما تختار شوية وكنت شوفوا في النتيجة هنا امامكم يعني حاولت تتمدها لكم بمقادير مضبوطة بزاف تاني اللي يحبوا يطيبوها في شهر رمضان الكريم يحبوا يرفقوها مع الشربة تاني تجيب الزاف هايلة سيختوك ندروها بسميد ولا تقدروح تدروها الفارنة على القمح الكامل تتبعو نفس المقادير ولا تحبو تدروها خالط بين فارنة على القمح الكامل والسميد لهاك دا يعني بش نبعدو شوية على الفارنة تاني خاصة اني ما يحبوش الفارنة وهيلك الكسر يعني تخرج تشاهي تجيب بنينة وتجيب الزاف هايلة في القاوام ديالها كيما قوتكم اذا كندرتوها بسميد رقيق ما تجريوهاش ردوا بالكم وهيلك لوبيا شوفوا كيفاش طابت خرجت تشاهي وهذا كتابل تعلوبيا يعني ستقون يمدوا واحد الذوق هايل في اللوبيا مع هاديك العظمة شوفوا كيما قوت لكم هاوليك الكولاجين الطابعي دوك لازم مرة على مرة هاقده نجيبوه ولنشروه من عند البوشي ونتناولوه يعني يراه صحي اه درت لها من الفوق رشاتع الحشيش ونقلكم خياتي شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة وهيلك الكسيرة تعنا جي كيما قوتكم جي ما شاء الله حمي مراب بنينا مع الضربة الشهيرة تعجوستي ربي يرحمها ضربة على الكاراتي هايلك هنا شوفوا جي تشاهد جي كي لقاطوا البنات جربوها بهاد المقادر الوصفة بإذن الله راهي ناجحة ولوبيا تاني تاني جي تشاهد كيما قوت لكم نديرو غير هاديك العظمة هي حتى تعطينا البنة نديروها في البويون مع العدس مع اللوبيا هاقده يعني خرم اللحم دوكا البنات هادي هي الكوكوت لي طيبت فيها كيما شتوا لامارك أمبوس هادي كنت شاركتها معاكم وكانت خلاصة الكمية وبزيف أخواتر ميبعتولي على الانستاغرام وراميحوسوا عليها هادي تعزوج لجي هاكدا راهي من تركيا يعني مصدر تركيا الكوكوت هادي لامارك أمبوس ويعني ستقوني نضن هاد الكوكوت كلاسات لدوزيام أبخي لامارك تاع الساب يعني حاجة بزيف شابة يعني حاجة ما شاء الله مم ديزاين تحا بزيف شباب كوكوت ها رزينا الله يبارك اكتشوفوا الميكانيزم تحا بزيف صحيح مم فلغ اللي قول فتحت تحا راه بخاتيك وسهل بل بزيف ما فاش كامل التعقيدات الانوكس تحا وش نقولكم كما كتشوف فيه خياتي مرايا راهي 100% انوكس ديزويت سور ديستان لستيل وثاني بخمي شوا في الانوكس راهي تاني كوكوت صحية وقوية طيب ما شاء الله كنت الكوكوت ديالي كي طيبت هاديك اللوبيا يعني ستقوني فتحت الكوكوت كي طيبت هاديك العظمة وطفيت النارة عليها كيفتحت الكوكوت لقيتها مزالها تغلي وهذا دليل على انها يعني تشد هادك الضغط طيب وتشد يعني السخانة يعني طيب ما شاء الله جي فيها هادك الغلاقة على كوكوت يجي عندها تاني الغلاقة على زجاج وعندها الكسكاس ديالها اللي وش نقولكم تاني هاي البل بزاف يقدر يفور لكم حتى كله طعام الاز وميخرج كامل في الكوكوت يعني ما تحتاجيش قفال يجي معها تاني الكسكاس هاده تاني التاني دوك احنا هضر لكم عليها البنات هاي اللي كلا كوكوت هادي تاع سبعة لتر الصغيرة لبنات ثلاثة ونص وهادي الكبيرة سبعة ري ثلاثة حجم عائلي مقريفين في زوج كيماشتو مادين تيركي وفي نفس الوقت راهم مقريفين ديزويت سوردي ستان لستيل الغلاقة على كوكوت الميكانيزم هاده يجيع ليهم في زوج الغلاقة على الزجاج تاني يجيع ليهم في زوج الكسكاس تاني يجيع ليهم في زوج على الصغيرة وعلى الكبيرة وعندها هاده هو الكسكاس لي كيما قدتكم البنات نقدروا نستعمله ولقيت لكم انا عف سهيلة باش تفوروا فيه شوفوا اليول يعني اللي ترفضوا هادوك اللي يدين للفوق هبطوهم كامل للتحت هاكدايا وحطوه داخل الكوكوت مينوت ديالكم بيانسوق بعد ما تديروا الماء وهاكدا راكو رايحين تفوروا فيه الخوضر مثلا ديروا الروز مفور الحمل مفور داخل الكوكوت يعني اكو رايحين تفوروا بطريقة صحية وفي وقت قاسير جدا شوفوا يعني انا جربتها بهالطريقة والله غير يعني ما شاء الله وفرحت بزاف اللي لقيت لها الحلب دونك هاكدا شوفوا نفوروا فيها الخوضر تاع سنك سنك وممتو عندها الكسكس ديالها هاداك ليفو نفوروا فيه طعام الرشتة الشخشوخة هادلا كوكوت لبنت فورتها لقوت لكم وفورتها للاباج فيسبوك الانستاغرام بيستهم بالنسبة للسعر ديالها لبنت ديرت زوجملا ينو 780 والتوصيل راهو مجاني انا خليت لكم هنا لبنت ارقام الهاتف راهر الحق رمضان واكيد نحتاجه كوكوتال يراي يراي حتنقص علينا الجهد والتعب وتخلينا نربحوا الوقت واحدة تديري فيها شريبة واحدة تديري فيها جواز ديالك هادك صغيرة شتط حاجات شتط الحم طاجين زيتون هي صغيرة يعني راح تجيك مجمرة اني شتول بنت هنا فورت فيها الخضرة ديالي يعني طابت ما شاء الله واشنو برك يجو حتنحو الكسكاس هادك بعد ما تفوروا الخضرة رفضوا هاكدا برك بفرشيطة ورا وراي حيت ترفض لانو ليدين كيما اشتوعكسناهم درناهم للتحت وتاني مام الطعام يعني تفور ما شاء الله ما تخرجش كامل لافا بوغ فليكوتي ان شاء الله تقدروا تكسبوها خياتي ما كوش راحين تندمو يعني كوكوت بزاف شابة ننصحكم بيها بعد ما فطروا وليداتي وفطرنا خرجت هنا لابقي ميدي لبنات نهار الجمعة اديتكم معايا لهنا الباب الدكان للمنتجات الطبيعية كنت شاركتكم من قبل ليزي بيس ديا ولهم وصدقوني عجبوني بزاف بزاف وحبيت نعاود نولي لهم باش نشري ونوجه التوابل تاع شهر تاع رمضان ان شاء الله ربي يدخلوا علينا بالصحة قول هنا ان شاء الله ما حبيتش نخلي حتى دقيقة الاخرى اكو تعرفوا لا ديغني اغمينوت لابخيسيون والمحلات الغاشي والطبيعه كامل يعني احبيت نشري على بكري شوية هاكدا باش نعرف كامل واش نشري المحل يعني ستقوني غير تدخلوا ليه لبنات واش نقولكم النظافة النظام كل حاجة خياتي بالغلاق ديالها كيما را كتشوفو حاجة نقيقية حاجة بخوبغ يعني كيتشرو وانتو متشرو مرتاحين والتوابل كيما كتشوفو داخل باللارات كبار كل حاجة بالاسم ديالها كل حاجة بالسعر ديالها وكل حاجة بالغلاق ديالها يعني من اجمل محلات اللي تاعة التوابل اللي زرتها لقيت هنان ساراهم يشرو من المتابعات اللي نحييهم شوفو تعرفت على هذا المحلب يعني كانت شري فيه واحد لا دام تماتيك قاتلي يقضي يديرو في المخبوزات وكامل وتاني يقضي على الحجر في المرارة وكامل يجيك شغل حبت تعلوز هو حبت صغار بزاف بزاف وده حبيتوا معلومات علي تلقوا معلومات هنا في صفحة تحهم تعباب الدكان لاني رايح نخلي لكم لليان ديالهم في صندوق الوصف سواء انت على باش تحهم تع انستغرام ولا فيسبوك وحنخلي لكم حتى للوكاليزاسيون المحل اللي بنات جاي فيه تقصراين كي ماشتو محل ما شاء الله صدقوني كل الحبوبات تلقوها فيه يعني لا من توابل ولا ملعس الحر ولا من القهوة ولا من الزيت كل حاجة هنا هادوك اللي دام كانوا شراء كي مقاتي احنا نحبو نشرو كل حاجة شوية على بكري مقبل ما يقوى الغاشي وكوشتو يعني ليتشري هكذا توجو عندكم هاداك الساك ديالهم يرحي وحتى القهوة شوفوا يرحيها لكم سيوغ بلاس هو يرحي فيها والريحة تنفنف تطلع واش نقول لكم يا البنات مام القهوة يديرها لكم كي ما تحبوه عندو الارابيكا عندو الروبيستا حتى التوابل شوفوا البنات الالة راه عندو يرحيها لكم سيوغ بلاس بالنسبة للزويوت الثانية عندو كامل انواع تاع الزويوت ويعني صاحب المحل قلي نشريها دائما من مصدر موثوق فيه يشريها من عند الناس اللي عندهم الخبرة ودقت هادي الزيت البنات شوفوا تعبغلية هادي اللون تحاكوا تشوفوا دي جايبان خضر وبنينا هايلا وكي تدوقوها تحسوها تحرق شوية يعني بينها باللي زيت هايلا صدقوني البنات واحد الزيت ما تلقوش ما احسن منها زيت الزيت هادي المليحة عندهم في باب الدكان يعني تقدري تدوقي كي ما تشوفي تحبي تدوقي الزيت تحبي تدوقي لي كونفيتور يعني هما يعملوا على هاد الباب هادا انو الكليون ما يشريش حتى يدوق بالنسبة الكامل يعني وش نحتاجه لرمضان كلش را هم توفر الزبيب كي ما كنتشوفوا بكامل انواع ديالو الكحل الصغير الصفر الخضر العفايس هادو ما تعل الطاجين الحلو كامل را هم توفرين الاناناس الموجفف الاسوريز الكارز الكيوي المشماش يعني كل حاجة راهي متوفرة حتى الوزاس تعلقارس ولوزاس تعلتشينا ما را هم متوفرين هادو ما البنات هما يجيبوهم على نيسا يخدموهم في الدار هادا هو الشي اللي يعجبني عندهم انهم يركزوا على الحاجة اللي يخدموها انسا في الدار دونك هتكون حاجة نظيفة حاجة تكون بيان بخوبغ يعني بينا باللي في هالنقال مهم هادا هو الشي اللي نحاوسوا نركزوا عليه والمحل كي ما را كنتشوف فيه كل حاجة قدمكم اللي يعجبني انو جا بزف هادو ما عفايس تعطين ما كنتشوفوا فيهم الطاجين تعطين البوقالات تعطين عجبوني بزف بزف هادو ما ان شاء الله نعاود نولي وان شاء الله نجيب طنيجرة ولا قديرة هاكدا تعطين اه يعني بزف شابين طين الصحي كيما هادي هادية اللي داتلي عقلي شوفوه ماشي مسبوغة يعني حاجة من التقاليد هادو ما تاني يجيبوهم على انسا بلاد قبائل من تيزي وزو هما لي يخدموهم هادو الجنح نشاء الله راح يتعمر كامل بالزيتون البنات زيتون تاني مشي هادك الزيتون تعال مصانع وكامل راح يجيبوه حاجة مليحة وديرين هاد شكيلة الهيلة كيما كتوفو هادو ما بايط هاكدا وجدين اه الطاجين اللي حلو عندهم تاني البنات اه شباح صفرة من ايادي قسنطينية حرة تاني دقتو تم وعجبني بزف انا شريت منو هاولي كهنا دارو حجم الصغير هادا تقدرو مام تشري وهدو كاتحطوه في الفريجيدر يعني ما حيصرالو والو ولا تقدرو احتحطوه في المجمد وبالنسبة لتوابل وش نقولكم يعني كل خير تلقاوه تعتوابل اه مستحيل تحوسوا على تابل وما تلقاوه شوفوا البلارات الله يبارك كيما قلت لكم كل تابل بالسعر ديالو كل تابل بالبلاكا ديالو كل تابل في بلارة ومغلقة عليهم شوفوا هناك كيفاش النظافة شوفوا الترتيب والتنظيم وخاصة حسن المعاملة مام توابل لبنات بزف تعتوابل اه تقريبا كلهم تاني يجيبوهم مخدومين اه من عند النساء كيما العكري عندهم واحد الفريج تاني ما شاء الله انا دي تزوج كيلو لرمضان اه ماشي هاداك الفريج اللي خشين بزف وماشي هاداك الرقيق انا هادا هو الفريج اللي نحبوه وكنت ديت منو من قبلية خيش شاركتكم وكي جربتوا وعجبني يعني ينصحكم به البنات واحد الفريج هايل هايل الخلطة تع السردين هادا شوفوا شميتها تماما من اروع ما يكون تاني بزف بزف ابنينا بالنسبة لراس الحانوت تشكيلها ما شاء الله عندهم ستة انواع تاع راس الحانوت عندهم تابل تونسية عندهم راس الحانوت حتى تاع المرضى تاع الكولوم عندهم راس الحانوت سبيسيال ليهم عندهم تاع الغرب اللي يجي شوية قاطع عندهم تاع بسكرة عندهم راس الحانوت تاع العاصمة يعني الادواء كاملة رايحين تلقوها ان شاء الله في هاد الماحل هادا هو تاع الكولوم اللي يقوت لكم معليه كاين تاع راس الحانوت هادا تاع العاصمة هذا المركز تاع الناس الغرب وهذا تاع بسكرة كاين تابل تونسي وكاين راس الحانوت تاع المرك الناس المغرب شوفوش هلعجبني هاد المعدنوس كيفاش لاكولوه تاع وجي خضرة باين باللي جديد ننصحكم بالخلطة تاع الشربة البناتس يعني تجربة بزف هايلا تمد بنا هايلا للشربة هادو ما كامل يعني كل شوفو تاع التوابيل تاع رمضان المتوم تاع الحم المرحي تاع ليقغاتا هذا البنات عكري فيه ميتاني ريحتو بزف هايلا تاع شطيت حاجة تشطيت حالحم كاين حتى تاع ليقغاتا تاع بيستاع الفورماج هاوليك تاني نديرون في ليقغاتا الدرسة المركزة توابيل هندية توابيل تركية سورية كيما قلت لكم متاع الطعام متاع الشخشوخة توابيل تاع الرشتا توابيل تاع المشوية تاع طاكوس هاد الخلطة الايطالية تاني نصحكم بها بزف بزف لازم يعني تجربوها البنات هايلا هادك تاني يعني تجربة شوفو تقدروا تديروها في ليبيتزا في ليبات في المقارن في سباكيتي انا تاني راني نديرها الولادي كين شوي لهم سكالوب وكامل نديرهم شوية راه يتعجبهم كين تابل تاع الفريت تاع المرقز المهم البنات والله يعني المحل الله يبارك فيه الخير ما شاء الله مستحيل يعني ندكر لكم كل حاجة راهي كاينة لازم تزوروها انتوما بنفسكم وتشوفو يعني كامل بعينيكم وش كاين حتى حرور النفسة وراهو واجد بنسبة لعكري تاني كاين شحل منه انا ديت منهم شوية شوية رايحة نخلط كاين لعكري المغربي هاوليك ليجي شوية حمر ليجي شوية مزيد وكاين لعكري تاع بلادنا لعكري البلدي هاوليك تاع بلادنا هادا هادا مخدوم من عند نساء في الدار ينشفو الفلفل ويخدمو مايجيش بزاف حمر وفي نفس الوقت عندو بناء بزاف هايلا هادا تاني اللي بناتكن طيبت به وجربتوه من قبل عجبني بزاف تاني هادا العكري الحار ديالهم ولا تاني هادا الفلفل دريس تاني ولا فلفل قناوي يكون مرحيم ما شاء الله هادا تاني عندهم المرمز تاني كي النسلي ما تحمش الفريق يضرهم حتى المرمز راهو متوفر ما من القوام تحو تاني القوام ديال وعفوا نهايل ماشي هادا هادا المرمز لخشين وماشي هادا ارقا وبلما هادروا تاني على الاعشاب على التزانات على معدنس الموجفف ليقوت لكم بزاف هاي اللي دي تمنو الحشيش الاعشاب العطرية هنا تاني الجانح لي فيه طعام كامل بالانواع ديالهم الطعام تاني اللي بنات مفتول من عند ايادي تعنيسة رحت يعني السيدي رحت للتيزي والزول البلاد القبائل يعني كينسي تعامل معهم يفتلوه في الدار الطعام تع البلوت تع الشعير المهم مخيتي تعروينا تعاق سنتينا البسيسة القرفة والله العظيم يعني المحل قدمة نهضر عليها يا لبنات وما نمدلوش حقه لذلك ننصحكم تزوره القهوة كيما قد كم يرحيها لكم في سيوغ بلاس لارابيكا كيما كتشوفو هنايا الروبيستا كيما تحبو انتوما مملو دوزاج يديلكم كيما تحبو انتوما التوم هادك البلدي تاني اكثر من رائع يجي مرحي هاي كيتشمو تشمو رحت التوم كيما قد كم قبل ما تشلو تقدروا تشمو التوابل بنفسكم وتشوفو يعني الجودة تع هاد التوابل المحل تعبى بالدكان لبنات كل الجمعة يعني ابتداءا من اليوم حتى يعني رمضان كل جمعة كين تخفيضات على كامل التوابل كين تخفيضات على كامل ما توجدت لي كينا في المحل على بلكم بالجمعة ما كاش بزاف سيركولاسيون ما يكونش بزاف الغاشي دونك لبنات نصحكم تتضربوا دورة وفي نفس الوقت هكو راحين تستفادوا من اللي راح يكونوا كل يوم الجمعة حتى شهر رمضان الكريم اما بالنسبة للناس اللي ما تقدرش تتنقل وتجي التقس رايين ناس اللي راهم مبعاد وكامل رم عندهم خدمة التوصيل را هي متوفرة لكامل ولايات الوطن وين ما كنتوا اي توابل حبيتها راح يجيبوها لكم حتى باب الدار على كل حال حيديروا بزاف مفاجآت بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ومن بين هاتاني هاد المفاجآت انهم رام راحين يديروا ديباك اه فيهم 16 تابل 12 تابل هادو ما اه يعني حيديروا توابل خاصة بشهر رمضان الكريم هادو يقدروا يعني يديروا لهم هاكدك واجدين ويجيبوه لكم حتى باب المنزل صورت لكم الرمضة ديالهم اللي عجبني يشتروا خضر هايل هادك تاني يديت منه وعجبني فيه غير الورق يعني ماشي مارفان نلقاه هاكده النعنع تحهم تاني خضر يشاهد تيزانات وهنا الجانع تاني تعل الأجبان كامل أنواع الأجبان كامل أجبان بيو اه طابعية يعني يتعاملوا مع ناس هما لي يخدموهم بالنسبة للأجبان خياتي كاين شافر اي بي سي كاين القريار كاين فورمات سبيسال تعلق غاتا عندهم مفخوماج روج ايدا عندهم القودة عندهم لصالات كيما هادك الفيتا عندهم هادي الحلومي موزاريلا عندهم كامل أجبان الطبيعية مش كيما دوكا هادوما لم يتبعوا في المحلات أجبان ماهمش أجبان راهم تحضيرها جبنية هادوما البنات راهم طبيعيين مئة بالمئة اه الروز تاني كان بالأنواع ديالو الروز الكامل الروز الدهبي الروز بسماتي الشوفان تاني بالأنواع ديالو شوفان مرحي شوفان هاكدك يعني قطع اه عجبتني بزاف هنا يا شوكولات الطلي تاني طبيعية مئة بالمئة بزاف بنينا البنات نصحكم تجربوها هادي شريت منها ودقتها روعة انا هادي شوكولات طلي ديتها الوليدي اسامة بس كي عندو حساسية كي يكل شوكولات طلي هادي كتاع الشوكولات وكامل تمتم يتعمر بالحب هادي عجبتني راهي مخدومة برك البنات بدبس التمر ومخدومة تاني بلين وازت بنينا بنينا كي شغلها كو تاكلو في شوكولات جت تشهي مم كي تاكلوها تحسوا فيها هادوك الحبيبات تعالي نوازت مملي كونفيتور هنا الجنح بتاع لي كونفيتور في غير لي كونفيتور بيو وهذا الجنح تعالي العسل كامل انواع العسل وملحاقات العسل بما فيهم حبوب الطالع وكامل وراهم كامل من مصدر موثوق منه يعني صاحب المحل قال لي مستحين نجيب انا حاجة اللي ما عندهاش الجودة ولا ما تكونش مصدر تاع ثيقة وقال لي ما مدفوا نطح في حاجة ايانا قال لي ما نحبش نمدها اللي كليون يعني يحرص على الجودة ويحب يكسب الثيقة تاع اللي كليون ديالو كي ما قلت لكم في المحل تاع باب الدوكة تقدرو تدوقو اي حاجة عجبتكم كي ما شوفوا لي كونفيتور هادو مديرهم سبيسيال باش تدوقو يحط هكذا ديكوية بخوا بخوا كامل ودوقو لي كونفيتور لي راهم بيو وتشوفوا انتوما يعني حاجة لي تعجبكم انا ديت كونفيتور تاع تفح لانو عجبتني مشي جاية بزاف حلوة يعني خاصة الناس تحب تنقص السكاكر هادو ما وقع راهم دي كونفيتور بيو مام لي فخوا ماش كي ما قلتون بنا تقدرو تدوقو تما هامليك يعني دقتانا يال هادا والله ما شوفيتور الاسم تاعو يعني عندي بزاف ما دقتش هاد البنة الاصلية تاع الجبن والله غير فتقدنا البنة تاع الفخوا ماش هادك لي كوننا ندوقوه زمان ولا لي كانوا يجيبوهن برك من الخارج يعني فرحت بزاف اللي لقيت هاد الذوق الرفيع والعالي تاع الجبن وهادا يا خياتي ما نحكي لكم شعلا الكامونباغ هادا تاع لاماك هادي ايمالوسن يجيبوه سبيسيال ما من عد ناس يخدموه من بلاد قبائل المنتيزة والزوم يجي دايب الداخل من اروع ما ياكم عشاق الكامونباغ ننصحكم به بنين 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 وبطريطرة واع عجيبة الكامونباغ يعني كيمتع الخارج ولاصا في بليزيغ عدنا هاد المنتاجات في بلادنا اللي كيما قلت لكم منتاجات جودة عالية وبنى على ضمانتي خياتي كنت ادي تاني شوية من هذا الشبح السفرة لانه اعجبني وبالنسبة لكامل مشتريات خياتيني هنشاركها معاكم في الفيديو الجاي نشكركم على حسن المتابعة في امان الله حبيبات قلبي